موسيقى طبا مساءكم في هذه الحلقة سنتناول موضوعين الاول هو ما سمي هنا بقانون شليت وهو قانون صودق عليه في الكنيسة بالقراءة التمهيدية وقانون يفرد سلسلة من الكيود على الأسرى الفلسطينيين ارتباطا بموضوع شليت والموضوع الثاني هو الطرح الدولة ام الدولتين وهذا الامر يجري الحديث عنه ايضا ارتباطا في مؤتمر يعقد اليوم السبت في حيفا يناقش مثل هذه الطروحات اولا نرحب بضيفينا رجاء اغباري الامير العام لحركة ابناء البلد وايمن عودي سكرتير عام الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة نشاهد تقرير اسماء عزايزي حول قانون ما سمي بقانون شليت ونعود الى الحوار اثر تعثر ابرام صفقة لتبادل الاسرع بين اسرائيل وحركة حماس تقدم اسرائيل هذه المرة على لعبة تشريع جديدة قد تظنها ورقة ضاغطة في سبيل اطلاق سراح اسيرها بشروط قد ترضيها وحدها حيث صادقت الكنيسة يوم الاربعاء الفائت بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون الجديد الذي سمي بقانون شليت والذي يفرض سلسلة قيود على الاسرع بينها منعهم من الالتقاء بعائلاتهم وحرمانهم من حق التعليم وقراءة الصحف داخل السجن ومنعهم من مشاهدة التلفاز والالتقاء بنظرائهم الاسرع وعدم تحديد فترة السجن في العزل الانفرادي ووفقا لمصادر سياسية اسرائيلية فان اللجنة الوزارية دعمت مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيسة عن حزب الليكود داني دانون بموجب تفاهمات تمت بين مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلي ورئيس طاقم المفاوضات لاطلاق سراح شليت حجاي هداس الذي رأى ان التجديد على الاسرع الفلسطينيين من شأنه ان يدفع المفاوضات قدما لاطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الاسير الذي وصفت اسرائيل ظروف اعتقاله بالقاسية بينما صرحت مصادر فلسطينية ومن بينها وزارة الاسرع والمحررين بان هذا القانون لا يغير كثيرا من ظروف الاعتقال التي يمر بها الاسرع الفلسطينيون فادارة السجون تمارس ضدهم ممارسات تعسفية دون تشريع هذه القوانين ولكنها ترى بالرغم من ذلك ان هدف هذا القانون هو فقط اضفاء صبغة قانونية على هذه الممارسات وان هذه المحاولات ستبوء بالفشل ولكن الكنيست التي صادقت على قانون شليت بعد ان صوت لصالحه 52 نائبا وحسب التفاهمات التي تبلورت في هذا الصدد فانه سيباشر فورا بتطبيق القرار بعدما يحظى بالقراءة الاولى في الكنيست يعني رجاء اغباري انت ايضا عضو في لجنة متابعة شؤون الاسرع المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا ولك علاقات ايضا مع الاسرع داخل السجون انت دائما انتظرهم هل هذا القانون يغير شيئا في الممارسات الاحتلالية الاسرائيلية مع الاسرع ويغير شيئا وسيسحب المنجزات التي حققتها الحركة الاسيرة على مدار عشرات السنين يعني تلفاز لم يكن في الموادر تلفزيون شوف تلفزيون منجزات التقاء مع الاخرين هذا لم يكن هذا حققت الحركة الاسيرة عبر اضربات عن الطعام وشهدها سقط من اجل تحقيق هذه الانجزات الان اسرائيل اذا بدها تساوم على قضية شليت مع الاسرع انا باعتقادي المساومة بائسة لانه الاسرع هذا سيمس في حياتهم داخل السجون وبالتالي لن يسوح وان يمر انا بحذر اسرائيل انا باعتقادي ان الحركة الاسيرة واهل الاسرع والشعب الفلسطيني وكلياته سيقف مع الاسرع وسيفشل ستشتعل النار داخل السجون وهذا النضال داخل السجون دائما عكس نفسه بالخارج لدرجة الاضرابات والمواجهات فبالتالي انا بعتقد هذا القانون خطير ويجب وقده من البداية نعم هذا يؤثر على الحركة الاسيرة فيه ناس يعني بتحاول تستخف فيه انا لا استخف فيه هناك وجب الطعام مهمة ادخال كنتين مهم الالتقاء مع محامي مهم الالتقاء مع سجين اخر مهم هناك فيه حلقات تدريس كيف لا تلتقي مع ابناء تنظيمك مثلا او ابناء الحركة الاسيرة فباعتقادي ان هذا القانون سيمس بقضية الاسرع انا بتأمل انه يوقف لحده هون اذا بدهم يساوموا يروح يساوموا انا لاني اعتقد انه مسألة شليت غير مرهونة لا بقرات في الكنيسة ولا بسياسات حكومية هذا يقودني الى ايمن يعني هناك نشرة في الصحافة الاسرائيلية ان هذا القانون جرى بالتنسيق مع مكتب رئيس الحكومة وهو عمليا يراد منه الضغط على الجانب الفلسطيني بالاساس على حماس لاطلاق صراح شليت يعني هذا الربط كيف ترى هذا الربط كيف يمكن ان تفكر اسرائيل بمعاقبة الوف السجناء مقابل اسير يجري التفاوض معه مع حماس هنا مربط الفرس اولا اسرائيل تتعامل مع اليهودي كالف عربي كما قال زي ايفي عضو الكنيسة السابق وهنا مربط الفرس في كل هذه القضية وهي تشير الى تخبط الجهاز الاسرائيلي نتيجة لاسرار الجانب الفلسطيني على اتمام الصفقة يجب ان نذكر جيدا ان الذي افشل الصفقة هي اسرائيل فهي التي افشرت قرار الوسيط الالماني وليس قرار حماس وانما قرار الوسيط الالماني اسرائيل هي التي افشرته اريد ان اقول ان هناك بعض الامور اشبه بتفسير الماء بعد الجهد بالماء يعني مثلا زيارة الاهل الاسراء منذ خمس سنوات لا توجد زيارة ابدا فهذا عمليا على ارض الواقع وغير صحيح ولكن اريد ان اقول اكثر ان هذا القرار ليس مناقضا لقرارات دولية او اتفاقية جينيفي الرابعة او غيرهم الامور وانما هو حتى منافر للقانون الاسرائيلي الكل يذكر قرار المحكمة العليا في نهاية التسعينيات عندما منع التعذيب ومنع التضييقات اكثر واكثر لهذا فهناك ايضا هامش وان كان ضيقا بالفعل ايمن ايمن انت ايضا محام ولك بعض طويل في مثل هذه المسائل يعني هل هناك ثغرة في هذا القانون بالاخر يعني من قرر هذا القانون هم اشخاص خلفيات سياسية هل هناك ثغرة قانونية يمكن التوجه فيها للمحكمة العليا لتغيير هذا القانون او لابطاله او لالغاه او لتعديله حتى بالطبع هناك نقاش في اسرائيل دائما حول البعد القانوني او البعد الدستوري اي اذا القانون عارض امرا دستوريا وهو يتلخص في كرامة الانسان وحريته حسب قانون كرامة الانسان وحريته قانون اساس فان الشخص يستطيع او اي مجموعة ترى بنفسها مظلومة التوجه الى المحكمة العليا يجب ان نقول دائما ان المحكمة العليا جزء من المنظومة الاسرائيلية بشكل عام وهي تراوح داخل الاجماع الصيوني ولكن حتى هذا الهامش يجب استغلاله برأيي اي التوجه للعليا هو امر هام ولكن انا اتفق مع الاخ رجغبري بان النضال الشعبي نضال الاسرة تفاعلنا مع نضال الاسرة يبقى هو الاساس رجع يعني اسرائيل تعتقد انها وركة ضغطة انت كرجل سياسي ايضا كيف ترى الصورة الان هل يمكن هذه الورقة بالفعل ان تشكل ضغط على حماس لا ابدا حماس اصدرت بيان قالوا انه لن يؤثر هذا القانون على المطالب التي حددتها حماس ولن نغير المطالب انتهى الموضوع اسرائيل طبعا لا تيأس يعني تحاول دائما ان تجد منافذ للضغط على الطرف الفلسطيني بملاحظة صغيرة اسرائيل لما بدون يوجه يعملوا قانون انا بعتقد انه رحين يبنوا قانون اللي ما يتناقض مع القوانين الاساسية لأكثر منه فبالتالي يعني انا بديش اخفف من وطأة هذا القانون انا بعتقد انه يجب جميعا علينا ان نقوم هذا القانون سواء على الساحل الشعبية او الجهات الموجودة في الكنيسة وانا شفت اعضاء كنيسة اه شو مواقفهم انت تصيب الان قضية اساسية احنا هون كاكلية فلسطينية بالداخل شو دورنا ضمن يعني مقارعة هذا القانون ضمن التصدي لهذا القانون شو دورنا هل مظاهرة رفع الشعارات يعني ما هو اذا مش رفع الشعارات شو نعمل هذا السؤال انتم انتم في هذا الدور انا اخرى مرة احنا بنظلنا في اطار الامكانيات اللي بنقدر نحكيها ونبدأ نعملها مع ذلك اه فبالتالي لجنة متابعة اسرة احنا عندنا برنامج كيف نتصدى جماهيري وادرباط و اه ايش السجون ما هو يعني راح يكون احنا طلعنا حاليا بيان اه يعني شديد جدا واحنا اتصلنا مع كل الجهات اللي ممكن تأثر المحلية السياسية وربما نلجأ الى الجهات دولية اللي اه تبحث هذا الموضوع اه لانه هذا القانون ايضا يتعارض مع حقوق السجين كحقوق انسان فبالتالي هناك جهات دولية اثنين السلطة الفلسطينية وحماس كلهم مطالبين بان يكثفوا جميعا يوحدوا الجهود لمقاومة هذا ال الكنوط هناك يعني جرت عدة مرات انه الاسرة نفسها يعني تمردوا على اي قرار هناك يعني اه كيف ممكن الصورة يعني هل ممكن انه الاسرة يقبلوا مثل هذا القرار يعني هنا القرار القرار خطير جدا القرار بقول يعني الالتقاء منع الالتقاء بعائلاتهم حرمانهم من حق التعليم حرمانهم من قراءة صحف من تلفزيون مضلش اشي مضلش اشي عندهم عمليان يعني عمليان بالاخر يحبوهم في غرف معتمة يعني هل السجناء نفسهم الاسرة ممكن يقبلوا بهذا الامر ولا ممكن تصير هناك عمليتين التشارب علمتنا ان الاسرة بشكل عام لا يقبلون بمثل هذا هام ورائع سمي باضراب الامعاء الخاوية وقد شاركنا به جماهريا وتظاهرنا ايضا على مستوى مؤسسات حقوقية على مستوى محامين وغيرهم الامور تفعلنا بشكل جيد مع هذا الاضراب وقد حقق انجازات ايضا الآن مطلوب النضال المثابر من اجل الغاء هذا القانون اريد ان اقول ايضا ان النضال لا يقتصر فقط على رفع الشعرات بتقدير هنا ايضا نضال عربي يهودي ماذا اقصد بكلمة يهودي لا اقصد بهذا اليهود الذين هم معادون للصهيونية ولكن اقصد حتى حركات اخرى مثل جمعية حقوق المواطن او الجمعية ضد التعذيب هفاعد نيجد عنوييم الجمعية ضد التعذيب وهي جمعية لا تدخل في نقاشات ايدولوجية ولكن هي ضد هذا القانون بتقديري يجب توسيع البكار توسيع الدائرة من اجل الضغط ضد هذا القانون البعد الدولي بالطبع هام جدا اللاسيما انه هناك اختراق فض لحقوق الانسان والتوجه ايضا للمحكمة العليا المناورة داخل هذا الهامش الضيق بالفعل هناك حاجة ايضا لعمل مشترك تجنيد رائع عام حتى داخل اسرائيل هذه حاجة ولكن رجع الاسراء اصلا اعلنوا انه هم رح يطلعوا قرار بالاعلان عن الادراب عن الطعام هل الاسراء ضمن علاقتك انت كمان محل الشخصي هل الاسراء يعني بيملكوا ادوات تانية غير اضراب عن الطعام ممكن في وضعية معينة اسرائيل اتفلت ان اضراب عن الطعام هذا يعني صلاح الجوع هو اخر سلاح موجود عندهم صراحة يعني هذا يعني ماذا يوجد عند السجين انه بتنازل عن كل شيء عن لقمة الطعام وهذا اكوى سلاح موجود عنده لما بوصلوا الاسراء لحالة انه اضراب عن الطعام يعني انا باعتقاد هذا الكمة في النضال اللي هم ممكن يسوي يعني ايش بدك اكثر من سجين بزنزانة وبدرب عن الطعام وعن كل شيء فهو مستعد يموت من اجل ابقاء المنجزات التي حققتها الحركة الاسيرة التاريخية انا باعتقادي هذا هو المسار اللي لازم يجمعنا وانا مع تحشيد كل الجهات بدون استثناء كل من يستطيع ان يساهم قليلا في منع هذا القانون هذا جيد ولكن انا بعتقد اخرى شغلة انه حتى لو سنوا القانون هذا لن ينجح داخل السجون وسوف تستمر اللقاءات ويتعلم من السجون كيف ممكن ان تستمر طبعا هناك الحركة الاسيرة لن تسلم بذلك والمنجزات تبعتها ستستمر انا بشوف في جانب مناورة بهذا القانون يعني حتى مش بس مناورة في جنون اسرائيلي بهذا القانون يعني اسرائيل ايمن تتحدث وكأنه مش كل الاسرة هي لا تشمل كل الاسرة وانما تحديدا اصرة حماسة هذا المنع كأنه على اصرة حماسة الحقيقة ان هذا التخبط هو جزء من تخبط عام في اسرائيل يعني المتابع لكل السياسة هذا جانب المناورة لكل الثقافة السياسية الاسرائيلية اسرائيل كان الدولي راكزي اكثر في السابق مع كل جرائمها ومجازرها ولكن كان هناك قيادة تاريخية كان هناك امور تصاغ بشكل مدروس وجدي ولكن الواضح والكل يشعر بهذا الامر خاصة بعد حرب تموز 2006 انه في السنوات الاخيرة هناك تخبط عام في المؤسسة الاسرائيلية وهذا التصرف هو جزء من هذا التخبط العام هذا كلام صحيح مئة المئة يعني قصدك تقول العنصرية كانت اخلاقية بس يوم عنصرية غير اخلاقية خلينا نبدأ الاكشن لم تكن اخلاقية ولا في اي امور واستعمار مش في اخلاقي ولكن انظر لبعض الامور في السياسة الاسرائيلية انظر للقيادة التاريخية التي كان ترعى الغنم مثل بنجريو أو مثل ميجل يجلس في شقة ويعيش في شقة صغيرة انظر الان للأوضاع الاقتصادية والاسترقة والفساد اللاجئة الفلسطينية اللي تردها بنجريون لا يهمها اين كان يسكن بنجريون بنجريون كان يقضي الكارات في الحكومة في دار الحكومة ووزارة الدفاع هناك كان يقضي الكارات هذه قضية اخرى يعني نعود الى هذا الحوار بعد الفاصل عزائي المشاهدين عدنا مجددا نواصل هذا الحوار وننتقل الى موضوع اخر الموضوع هو طرح الدولة ام الدولتين ينظم هذه الايام في حيفا مؤتمر يناقش قضية العودة والدولة الديمقراطية العلمانية على ارض فلسطين التاريخية هذا نقاش كبير يعني هناك من يقول ان طرح الدولتين هو طرح غير قابل للتطبيق الان لانه دولة عمليا الفلسطينية التي ستكون ستكون مشوشة ستكون مجزئة مكسمة كأنها كانتونات لانه لم يتبقى اي شيء من الارض والطرف الاخر يقول انه حل الدولة ايضا غير قابل للتطبيق هو حل قد يكون يعني بخيال واسع ولكن في هذه المرحلة لا يوجد له اي سبيل للحل رشعة غبرية بالفعل طرح الدولة اوكي يعني ممكن واحد يقول طرح النظري وما الى ذلك ولكن من ناحية التطبيق كيف يمكن يعني انت عمليا ده قتيجي تقول انا بده اسكت اسرائيل كدولة يهودية واقيم دولة علمانية واحدة طبعا اولا يعني حتى الان مشروع الدولة الواحدة الديمقراطية سواء كانت علمانية او اسلامية او عربية او اشتراكية مهما تكون دولة واحدة هذا حتى الان كان قضية نظرية على الاقل داخل الثمانة والاربين في صالون ابناء البلد وعدد من الاكاديميين عربا ويهودا وبالعالم هذا يحظى باكثر بهذه القطعات والقطعات السياسية المنتسية واليسارية تحديدا احنا في ابناء البلد هذا ليس جديد بالنسبة لنا احنا جزء لا تجزى من الشعب الفلسطيني نحن جزء من الحل من حل القضية الفلسطينية وعندما نقشنا هذا الموضوع عام 77 قلنا طب انا شو بدي بالدولة في ضفة القطاية بلش ننظم تحكي عن حل مرحلي وكل هذا الكلام اوكي روح عملوا حل مرحلي في حين احنا لم نعارض اعملوا الحل المرحلي لانه احنا ايضا مؤمنين ان الصراع لن يتوقف مع الصهيونية الان السؤال هو كيف تعرف نفسه كيف تعرف دولة اسراعيل انا بعرف دولة اسراعيل دولة صهيونية كولونيالية استيطانية طردت شعب الفلسطين وكامت عليه دولة بدون وجه حق وهذه صفعة في التاريخ لكل التاريخ مش بس لشعبنا الفلسطين لكل الإنسانية الان في اخرين بيقولوا لا هذول اليهود هم شعب لهم حق تقرير المصير هون في هاي البلد وهذا هو النقاش انا بحكي مع الوجهة النظر واصلا انا بحكي اخرى عن الطرف الفلسطين المفاوض هو يسلم الان بطلت الدولة بتضفها لحل مرحلة صارت حل استراتيجي ومش واصدين له بحكوا عن اجزاء اجزاء هذا الحل وانت انت حكيت عنهم بالمقدمة طيب اذا هل هذه هي القضية الفلسطينية ابدا مش هي القضية الفلسطينية ماذا مع اللاجئين هل يوجد من هون عاكل عاكلاني لحظة قضية اللاجئين حاضر حاضر سلنا شوي من يحمل طول راحك شوي يا قلنا اكمل وجهة النظر بعدين ننطرك على قضية اللاجئين احنا كالثمان وعرفين انا جزء من القضية الفلسطيني وانا جزء من الشعب الفلسطيني شاء من شاء وابا من ابا سواء ابو مازين او اسرائيل او الامم المتحدة بقدر يصنفوني زي ما بدون انا فلسطيني وانا عايش بارض وطني انا عايش بارض فلسطيني ولكن هذا التصريف متفاق عليه من جميع الفلسطينيين انه احنا جزء لجزء من الشعب الفلسطيني مش متفاق عليه ان احنا جزء من الحل هنا النقاش ليس متفاقا اننا جزء من الحل انتو انتو في اسرائيل ابو مازل اخر تصريح لالو حلوا قضيتكم لما اجد قضية انابوليس حلوا قضيتكم مع اسرائيل انتو اسرائيليين هذا رئيس السلطة اللوتنية الفلسطينية لهون حاليا ايمن ايمن يعني انت كتبت دراسة عن هذا الموضوع قلت كالتالي الدولة الواحدة حتى في تحقيقها النظري هي ليست وصفة سحرية لحل مشاكل ستبقى كبرى واجبت مثلا قضية جنوب افريقا انو الحل هذا غير قابل للتطبيق حتى في جنوب افريقا لانو البيت ضلوا هني المسيطرين انت تعارض او تناقش او تنقض مثل هذا الطرح ولكن في نفس الوقت طرح الدولتين بالفعل هو كمان اشكالي يعني شو الصياغات الممكن اولا انا اشعر من خلال هذا النقاش انه اقرب الى النقاش الاكاديمي او ربما من الاصحة ان نقول النقاش النخبوي هو نقاش نخب هو امر غير مطروح على ارض الواقع بشكل جدي وحتى الصياغة التي طرحتها اخ رمزي وهي خيار الدولة او الدولتين وكأن هناك انا قلت ذلك ارتباطا بالمؤتمر هكذا المؤتمر يطرح نعم صحيح وكأن هناك خيارين وهذا امر غير صحيح لان دولة اسرائيل قامت ولكن ايضا ايضا هناك تزايد خلانا نقول يمكن يكون قليل بين الداعين للتفكير بحل الدولة وحتى بين اوساط يهودي غير سهوني نعم ولكن الواقع هنا هنا ان دولة اسرائيل قامت وكبرت وتورمت قامت حسب قرار قامت سنة 48 في سمعة وستين احتلت اكثر حتى حسب قرار التقسيم قامت اكثر من قرار التقسيم احتلت الجلان احتلت لبنان والى اخر من الامور اي عندما نقول خيار الدولتين نحن نقول شيء واحد عمليا اقيم دولة فلسطينية في الضفة وفي غزة لان دولة اسرائيل قامت وهي موجودة فعلا الان انا اعجب ممن لا يستطيعون ولا يقوون او يتخاذلون عن اقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع ويرودون اقامة دولة فلسطينية على كامل تراب الوطن الفلسطيني اريد ان اقول اولا ان هذا حلم كل فلسطيني ان تقوم دولة واحدة من ام راشراش الى عرب العرامشي في الشمال هذا حلم وهو حلم بتقديري في مرحلة ما يجب ان يتحقق يجب ان يتحقق نعم في مرحلة ما نعم سأقول عندما نتحدث عن دولة ديمقراطية هي تختلف عن دولة عربية لانه يوجد شعبين او عن دولة اسلامية اي انها يجب ان تكون مبنية على حق تقرير المصير للشعبين لانها ديمقراطية اي ان الشعبين يجب ان يوافقها على اقامة هذه الدولة الا اذا اردت ان تفرض هذه الدولة بما ان الموضوع غير جاهز الان وبما ان الشعب الاسعائي لاكثر من 99.9 منه لا يقبل بحل الدولة الواحدة فهي دولة تريد ان تفرضها قصرا وطبعا لا تملك الوسائل ولا الامكانيات ولا يوجد برنامج واقع او عملي لقامة الدولة الواحدة فهذا يبقى في اطار التنظيم النخبوي يعني انت ايمن ايمن تحكي من منطلق واقعي ايمن بحكي ان الواقع يفرض عليه انه يقبل حاليا مرحليا هيك ايمن بقول ايمن مش واقعي ايمن هكذا يريد في السياسة يعني النوايا لا تكرر شيئا انا اريد ان اغمض وافتح ولا اجد اي صهيونة على فلسطين بس هاي مجرد امني ايمن وما يمثله من برنامج مثلا هو يتمنى هو يريد في فرق بين انا اريد وانا استطيع ان افعل ذلك اربع واربعين سنة لماذا احنا انا لم اناضل من اجل اقامة دولة بالضفة والقطاع انا دعمت نضال الشعب الفلسطيني كحركة تحرر وطني دعمتها وابناء البلد معروفة بهذا قديش مقدر دعمت وفيه ناس وجناء ورفاق وبتعرفوا قديش فاتوا ناس بكل المواجهات واحنا دايما بنشد الحبل لاخره فلسطينية واحنا طليعي بهذا الاشي وبندفع ثمن ما حدا يكون لنا اشي ثاني بغض النظر عن اي هفوة او غلطة او اي اشي عملنا لكن طيب اربع واربعين سنة للي ناضلوا ولم يتخاذلوا من اجل اقامة الدولة بتضفوا والقطاع لماذا لم تنجحوا في ذلك عطولة فضل هذا الامر يقوم على اشي اساسي هو قرار التكسيم يا عمي طيب خلينا اشوالي انا كاتب بيا الان لماذا لم ينجحوا 44 سنة يعطونا 44 سنة انو ناضل من اجل حل الدولة الواحدة يعني رجع عميان يعني انت اطلب مننا انو يعني ننتظر 44 سنة ايمن رجع يطلب من اننتظر 44 سنة ما نفتش بحل دولتين ونستنى 44 سنة الو حاليا انا مكلتش انتظر انت بتحط بتمي اشياء اللي انا ماكلتها انا لم اكن انتظر انا لا اريد ان امنع احد عن النضال ليناضل كل واحد في برنامج وليحققوا لنا الدولة في ظل الاستيطان 450 الف مستوطن في الضفة الغربية لحالها 55 الف بقرة استيطان في الكوتس كلولي كيف تكون ترجع لحدود 7 سنة ايمن بالفعل كلولي كيف ترجع اللاجئين بالفعل ايمن الحقيقة انه كل يوم بمضي اللي عم بيخسر عمليا هو الشعب الفلسطيني هو الجعان هو العريان هو الذي يستشهد منه شهداء انا اريد ان اقول ان الشعب الفلسطيني يستحق مكانا تحت الشمس يستحق دولة احنا بالعامية بالفلسطينية بنحكي مثل ولاد البسي بنكونوا بعمان بنتقلوا لبيروت بنتقلوا لتونس بنتقلوا نريد موطئ قدم نريد دولة للشعب الفلسطيني هذا امر اساسي انظر مثلا الى حركة الصهيونية وهي الظالمة هي المشحفة عندما جاءوا باقتراح بيل سنة 37 وافق بنجريون كل الوكالة الصهيونية عارضت بنجريون اقنعهم بقوة يجب ان يكون لنا مكانا تحت الشمس بعد ذلك قرار التقسيم قرار التقسيم كان يشمل 45% فلسطينيين داخل دولة سرائيل التي ستقوم ولكن وافق اعتبر ذلك موطئ قدم انا اقول ان ابو عمار ايضا ومنظمة التحرير لم توافق لانها تخلت عن حلم تاريخي وانما هي ادركت النكبة بعد ذلك ال67 بعد ذلك ترندو من عمان حتى عبد الناصر وافق على روجلس بال69 حتى حرب 73 الذي يتذكر اتفاق كيلومتر 101 والخطوة خطوة التي ادت الى كام ديفيد وحتى بعد ذلك حرب الخليج الاولى وانهيار معسقل الاشتراكي ابو عمار اراد مكان تحت الشمس وبعد ذلك اراد ان ينطلق كما يشاء انا يعني مكان تحت الشمس احنا موجودين بفلسطين وتحت الشمس بس فلسطين مش انا وبحكمونا مستعمرين الان قرار التقسيم وقرار هو الاساس الدستوري لحل الدولتين لشعبين صحيح قرار التقسيم بال47 جاء على خلفية انتهاء الحرب العالمية الثانية ويه حرب استعمارية حرب بين دول استعمارية وهذا كان قرار يعكس موازين الكوة في حينها مش بالصدف الشعب الفلسطيني رفضها واحنا بنشوف احنا كابناء بلد احنا ما بنخجر احنا ما بنتهم احد لماذا انتم ما اخذتوا هذا القرار انا ما هجمت حدا انتي تقريمك هيك انا ببارك تفضل طبقه هذا اللي انا طابل اللي ازتيت عليك صلك 44 سنة كمنظمة تحرير بتطبق فيه الحزب الشيوعي صلوا من الثمانة واربعين بآمن بدولتين لشعبين لانه يعترف بحق تقريم مصول لليهود على اساس استقلال في هاي البلاد اوكي تفضل اعملونا يا ما عملتهوش انا بحكي واقع سياسي ليس امنية سياسية هو هكذا يريد ولكن اسرائيل كمستعمر انا لا اتهمهو ولا اتهم مناظر التحرير انا متأكد انه مناظر التحرير بدهم دولة بدهم مكان تحت الشمس واخدوا قرار بال74 انه بدهم سلطة وطنية حتى اكل من دولة وما حدا طلعي هاجم او يشتم او يخون هذه الاطراف الان احنا ناس بعد 44 سنة محاربة 67 الم يحن الوقت لمراجعة سياسية عقلانية واقعية احنا كنا نتهم دائما وهنا اللي بدي انت الشك الاخر من سؤالك اللي هو اهم برأيك انه الحل الدولة هنه حل الواقعي احنا كنا يعني نطرح برنامج نقول عنه حل استراتيجي حلم زي ما قلت الحلم عادة مش دائما يتحقق الان الان احنا عنا قوة هائلة اولا موقفنا المبدأ هو مع الدولة الواحد لاني انا جزء من شعب الفلسطين متكون جزء من الحل وفلسطين من البحر للنقر وعندي حل مسألة اليهود انا ما بدي ارمي اليهود بالبحر ولا بدي عرّب اليهود ولا بدي اسلم اليهود ولا بدي انصرني اليهود لكن شو ما نسوي فيه لحظة شوية ايمن في حال في حال انت يا شاري ايمن في حال في حال هذا الطرح هذا الطرح بس جملة بس جملة برجع لاخرشان احتيني جملة جملة واحدة انا مش طارح انه هذا كله بدي احققه تني اعمل الدولة انا بدي اخوض معركة تحرر عربية يهودية فلسطينية ضد الصهيون اللي بكلب اليهود هاي معركة انسانية هذا المثل تبع جنوب افريكا وجنوب افريكا السود اليوم بيحكمه على اساس وان مان وان بوت وهذا احسن حل ديمقراط احنا الناس يساريين نحكي ده قوميين ويساريين واشتراكيين طب ما مش بنقدرش نحل المسألة القومية مع اليهود احنا طارحين حل المسألة القومية اليهودية فيه طرح نقدر انا اعجب من هذا المثل المسمى جنوب افريقيا يعني في جنوب افريقيا مثلا كان 86% سود و14% بيط في دولة واحدة هذا واحد وهذا فرق اساسي هذا هو الفرق الجوهري الامر الاخر هو دور اسرائيل في المعادلة الامبريالية يعني هناك جنوب افريقيا مثلا التي على فكرة حتى في الحرب العلمية الثانية البيض وقفوا مع النازية ضد امريكا فالعالم دائما كان ضد هناك اسباب لماذا لم يعمل العالم من اجل ازالة الابرتهايد بالاساس لانه تخوف من الشعوعيين ان تنضم جنوب افريقيا الى الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية وعندما انهارت منظومة الاشتراكية الغرب سمح ايضا في تحروج جنوب افريقيا هذا الوضع مختلف تماما في اسرائيل اسرائيل هي مخلب قط للامبريالية في المنطقة بالنسبة لامريكا اسرائيل كنز استراتيجي بيهوديتها انظر مثلا عندما يتحدث مثلا بوش كتاب الضمانات في 14-4-2004 الذي وجهه الى شارون هو لا يتحدث فقط عن دولة يهودية وحتى يتحدث عن تركيز اليهود في الجليل وفي النقب لماذا يهتم؟ من اجل ان نفهم لماذا تهتم امريكا بيهودية اسرائيل يجب ان نرجع الى كتاب غاية في الاهمية لمحمد حسنين هيكل اسم الكتاب مدافع ايات الله كتبه بعد الثورة في سن 79 يقول ان امريكا اعتمدت على الشاه ولكن ايران اسقطت الشاه ومصر تستطيع ان تسقط النظام المصري وكذلك السعودية ولكن ضمان الاغلبية اليهودية داخل اسرائيل يحافظ على النظام موال لامريكا اي ان وجود اغلبية يهودية هي مصلحة امريكية مباشرة لهذا فهذا المثل بين اسرائيل وبين جنوب افريقا هو غير صحيح نواصل هذا الحوار ولكن مرة اخرى يعني بعد الفاصل عزائي المشاهدين عدنا مجددا الى الحوار الحوار يدور حول طرح الدولة ام الدولتين ومعنى ضيفينا ايمن عودي سيكريتير عام الجبهة الديمقراطية للسلام والمسواة ورجاء اغبارية امين عام حركة ابناء البلد رجاء يعني طرح الدولة قد يعني تقول ما تشاء في هذا الامر ولكن في نهاية الامر هذا الطرح بحاجة الى موافقة الشعبين انت عم تحكي عن دولة علمانية يعني فلتح من العربي اليهودي ممكن يقبل بذلك ومتمسك قلبا وقالبا بالدولة اليهودية طيب المزبوط السؤال الجدي هو يعني كيف الانتقال من النظري وانا قلت في البداية الى العام احنا حتى هذه اللحظة كنا في اطار النظري والتنظيري والرؤية الاستراتيجية الآن الظروف السياسية الواقعية بعد ان تحولت اسرائيل لدولة في أبارتهايد من البحر للنار اصبحت ضرورة الحل السياسي اللي هو ليس امنية تفرض نفسها مش بس معادين يهود معادين لصيونية في يهود صيونية بيقولوا ضم الضفة انا بديش اكون دولة عنصرية وضموهم الاسرائيل وخليها دولة واحدة انت بيشوفة كلها طيب اذا احنا امام واقع انه اسرائيل انه فلسطين التاريخي من البحر انها تحت سيطرة اسرائيل لحظة شفو انا كابناء بلد اخي انا ما بحكي باسمك بحكي باسمي انا انا لا اقبل اسرائيل كدولة استعمار ولا اعطيها اي شرعية انا مسؤول عن هذا الكلام دفع الثمن غالي انا متنظيمي علي اوكي الان اليهود لم يكتنعوا بس لحظة بس من من الترف تشعب على سؤال اول اول شي فضل اليهود حتى الان لم يكتنعوا بتطبيق اي حل اعطيني اخي وين الدولتين وين نص الدولتين وين ربع حق العودة بدناش دولي من البحر للنهر وين اين نتحقق هذا اليهود لا يقبلوا شيئا طالما ميزال كوالي صالح وانا بيت القصيد الان انا ما اقول لك انا مقدم وركة كيف ان نحول هذا المشروع من مشروع سياسي من مشروع نظري او من فكرة نظرية الى مشروع سياسي احنا بنا نبني تنظيمات عربية وهذا مشروع تحرير مش مشروع يعني كيف نحاوله احنا راجع انت عم بتقول لي رايحين الان المؤتمر هذا ستتشكل جبهة عالمية واولا فلسطيني يهودي هون بالداخل ومع فلسطينيين بالضف الغربي ومع كل من يؤيد هذه الفكرة بكل عالم هذا ستكون جبهة عالمية تتبنى هذا المشروع وتبدأ بالعمل اولا تعبويا انا بدك نعي اليهود اذا اليهود بدك اكون لك جملة اللي انت فضلك تزن عليها اذا اليهود مش غادرين تستوعبوا ان انا بقول هذا مشروع تحرير هذا بدينزل في دم هذا المشروع المنظمة التحرير بدت بتحرير كل فلسطين قبل 65 بعدين اتمخضت عنها بقوسلو وما لحقها ومش راح تكون دول بتضفوا القطاع شوف كديش الدم اللي نزل انا بقول لك هذا المشروع سيحتاج الى نزيف دم اكبر عربي ويهودي مقتنع بهذا وسيلقى لانه مش عنصري لانه بديش ارمي اليهود في البحار لانه بدي احرر اليهودي من الصهيونيته ومن عنصريته من كولونياليته هذا مشروع يلبس توب انساني البيت في فلسطين البيت في فلسطين طردوا الشعب الفلسطيني البيت في جنوب افريكا لم يطردوا الشعب الفلسطيني احنا وانا ايمن ايمن ايضا في الدراسية ايمن يكلي بس يكلي بدل ما يجهد نفسه كيف انا هذا مش واقعي يجهدي لنفسه كيف بكرة بده يحقق دولتين والعالم كله امريكا تؤيد وماركا ونتانياه مش الجبهة مش سكن الجبهة اعطي مجال لنا اعطي مجال لنا كله كيف بدي يصير بكرة اريد ان اقول عن هذا الموضوع اريد ان اقول عن هذه القضايا النظرية اللي يتحدث بها الاخ رشا يعني لو جاء ارجعت للقضايا النظرية ايمن ارجع شرفي اجهد لي نفسك كله كيف انت واباما ونتاني اهو بلكن بكرة ايمن يكون في دراسته فاضل اسا انا 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 برايك ايمن انا برايك يمكن انا ملاحظة ايمن ان كل طيار يبدأ ان كل طيار يبدأ بطرح الدولة الواحدة ينتهي لطرح الدولتين هذه حقيقة القيادة الفلسطينية بدأت بدولة واحدة وانتهت كذلك كيف ستتتم قيادة الفلسطينية التقليدية بعد ذلك منظمة التحرير كذلك الامر وحتى حماس كانت اسرع من غيرها اريد دولة واحدة وهدنا حتى تاريخيا من حمل هذه الفكرة صحيح صحيح وانا اريد ان اقول وانا اريد ان اخش بك اخر مرة سامحني بكل اخوية ورفاقية انت كل ميزان الكوة الدولي معك محل الدولتين كل انت واباما ونتنياهو وابو مازين كيف بدكم تعملوها بكرة كيف بدكم تفاكي كل مستوطنات بدكم تتلعليهو من الكدس بدكم ترجعوا لحد ارباح حزيران انتوا مصيرين على حق العودة تطويق قرار 194 ولا وجزء منه كل كيف يعني انا الحقيقة ارى ان هناك الكثير من التصطيح عندما يقال انت ونتنياهو واباما وكأني اقول له وكأني اقول له انت وافي اتام واليمين المضطرف يريد ارض اسرائيل الكاملة او الوضع الحالي انا وياهم نحمل مشروعين المتلاقدين زي بعض انا بتخديري مش خايف انا من هذا الطرح من الافضل المشاهد ان يسمع بشكل جدي بس مسموح لك تخش بي بس مسموح لك المدير الحقيقة انا لا اريد انا اريد ان اقول ايضا عندما تطبق قياد القضية على امر الواقع ويأتي صلاح الدين على حصانه الاشهب لتحرير كل فلسطين انا لن اعرضه انا لن اقف ضد صلاح الدين باي شك من الاشكال ولكن انا اريد ان اقول ان هناك من ينظر واسرائيل تعزز الاستطان وتعزز سهويد حتى الضفة وهي تزرع وقائع ونحن ننظر هناك من فضلك انت بتخدم القضية الفلسطينية اكثر مني اريد انا لا لا انا ما حكيت ما تهمتك انا رأيي ان طرحي انا رأيي ان طرحي يخدم القضية الفلسطينية انا وقف ضدك المعرك الان هي على اقام الدولة الفلسطينية عصودا قوتس المجتمع الاسرائيلي المجتمع الاسرائيلي كل مزالك هو معك المجتمع الاسرائيلي رجاء ولكن ولكن في لا لا بصدر بهذا الطاجي فيش حدا بفهم على حدا المجتمع الاسرائيلي وصل لقناعة الان 48% منه حسب استطلاعها آرتس قبل اسبوع يؤيد دولة فلسطينية عاصمة القدس الادارة الامريكية هذه المتوحشة ورائسة الامبريالية الى اخره تقول لا نريد ان تبني اسرائيل اكثر في القدس هناك نضوج عالمي باتجاه ان تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية وهذه معركة جدية هذه لن تتحقق بدون المقاومة الشعبية لن تتحقق بدون النضال اي نحن نصل الان على اعتاب الدولة الفلسطينية يجب ان نعزز النضال الشعبي اساسا الشعبي اساسا وايضا التفاوضي ولكن الشعبي اساسا من اجل اقامة دولة الفلسطينية عاصمة القدس انا اقول بعد اقامة الدولة الفلسطينية عاصمة القدس ستنضج الظروف بشكل افضل عندما يخف الاحتراب بين الشعبين عندما تكون هناك علاقات اقتصادية عندما تكون عملة واحدة عندما يكون سوق مفتوح عندما ننتج مثل هذه الظروف ستنشأ ظروف أهدأ بين الشعبين ممكن أن نتحدث عن حلول فيما بعد وانا لا أمكن هذا الأمر أبدا كيف يعني حلول فيما بعد يعني هناك سيادي بدأتكون سيادي إسرائيلية في دولة إسرائيل وسيادي فلسطيني في دولة دولة فلسطينية كيف ممكن بعدين هذا كمان أنا مش فهمه أنا سأقول لك هل كان من المعقول أن يقف مقاومة فرنسي في باريس سنة 44 والاحتلال النازي فوق باريس ويقول أنه بعد 20 سنة سنقيم سوقا أوروبيا مشتركة سيقول هذا مجنون أو سيقوله ستنتج علاقات بين فرنسا وبين ألمانيا علاقات ممتازة سيقول هذا مجنون هل هناك من تصور في سنة بثل الستينيات عندما منع السود من التصويت حتى للبرلمان أنه بعد 40 سنة سيصبح أباما رئيسا هذا الأسود رئيسا للولايات المتحدة سيكون هذا مجدون لهذا المطلوب لا 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 أيمن لكن هناك في أوروبا تختلف عن هنا وحتى في الولايات المتحدة علاقة البيض مع السود تختلف هنا هنا صراع كومي هنا صراع كومي هنا صراع كومي ولا نموذج كومي في العالم زي بعضه ولا نموذج ولا نحن زي جنوب أفريقا ولكن اللي بقوله أيمن وكمان أساس نظري للطرحة تبعنا إذن طرحة مش مستحيل إذن هذا ممكن هل أنت بتشتغل في طرحك اشتغل عليه لن أكف أمامك بالعكس سأد أساندك كديش بقوا ساندنا كديش دفعنا ثمن رجا أنا لا أريد أن أتوقف عند حلو يأتي بس خليني أسألك سؤال أيمن كمان بقول أمر آخر أنه حتى في إسرائيل في تحرك نحو كبول حل الدولتين عم بقول لك طب ليش إسا يعني نجي نطرح حل الدولي اللي مش عليه اتفاق طيب أناك شو هون إذن إحنا ننتقل للساحة الإسرائيلية من يحكم في الساحة الإسرائيلية لأنه إحنا بحاجة أن ننتقل بحاجة أن ننتقل بالآخر يعني أنا متأسف مضطر أخر مرة أنقل للإشي السياسي المعركة السياسية اليحكم في إسرائيل بعد الانتخابات الأخيرة تحديدا انتهى ما يسمى باليسار الصهيوني حزب العمال وميرتس انتهى مظبوط من يحكم هو اليمين واليمين الفاشي الآن بالحكومة اليمين الفاشي في حدا مقتنع أنه اليمين هذا الفاشي الآن الآن بعدين هم بيصرحوا أنه بديوا يقوم دولة بيضفوا هذا كلام لا أنا بدي أفرض عليها يقيم دولة كيف ما نفرض يا عمي زي ما حاولنا نفرض عليه ليش دولتين هي بالإكنام بتوزيع منشور والنشر جريدي ما نزل دم دم غزير بعشرات الألوف وعشرات الألوف المعتقلين من الشعب الفلسطين مش أنا هاي دولة بتضفوا القطاع نفس الشي عمي أنا لما بقول لك هذا مشروع تحرير أنا مش كايلك بكرة أنا بدي رأو أقعد بصالون أشرب بيرة وناكش بتلقى بيب إنه بكهوة مش عارة شو اسمها إن أنا ولي هدك إنكم تعالي نعمل دول لا يا عمي اليهود لازم أن يقتنعوا يصلوا إلى قناعة وإحنا الآن بس إذا هنه مش مقتنعين دولتين بدأ أشبرهم بدأ أشبرهم لما بصير هاي الدول المستحيل يعيشوا فيها وأنا متضطرني أحكي أشياء اللي ممنوعة أحكيها لما بصير سعب عليهم يقدروا يعيشوا هون بعمليات نضالية مشروعة وكبيرة وفي التاريخ ملان حتى أكثر شيء اللي ممكن تتخيلوا لما بصير عليهم سعب يعيشوا آه بيجي يفكروا أيمن يعني هناك هناك يعني من يقول إنه قضية الدولي هي أيضا يعني الحل الأعدل والأمثل لقضية اللاجئين بينما في حل الدولتين هناك يعني نقاش على قضية اللاجئين بالذات إنه إسرائيل لا تقبل بعودة اللاجئين إلى حدود الثمانة وارغة أولا هذا الطرح هو الأمثل أنا لا أعرض ذلك أنا بتقديري نعم الدولة الواحدة هي الأمثل وأن تتحول العالم كله إلى دولة واحدة أيضا هو الأمثل والأمثل ولكن أنا أقول أنه يجب أن نناضل برنامج واقعي قادر على فرض حلول معينة انظر إلى ما قاله بوغي يعلون يقول أننا نريد أن ندير الصراع لا أن نحل الصراع أي إدارة الصراع هنا يجري تنظير حول الدولة الواحدة وإسرائيل تغرس الوقائع وهي تجهد حتى إمكانية الدولتين هذا ما تريده المؤسسة الإسرائيلية وبالنسبة لقضية كيف فرضنا حل الدولتين كما قال الأخرجة أريد أن أقول عندما تصل إسرائيل إلى تناقض بين الديموغرافيا والجغرافيا فإن الديموغرافيا تنتصر ماذا أقصد بهذا القول شارول مثلا قال أن حكم نتسريم المستوطنة كحكم تل أفيف أتعامل مع نتسريم مثل ما أتعامل مع تل أفيف ولكن عندما اضطر أن ينسحب من غزة أزاح نتسريم من أجل أن يحافظ على تل أفيف أي هناك من اليسار الصهيون من يريد أن يحافظ على دولة يهودية لهذا يقول يجب أن ننسحب من الضفة المنطلق هو منطلق أنصري الحفاظ على يهودية الدولة ولكن من أجل الحفاظ على يهودية الدولة هو مستعد للانسحاب من الضفة أنا أقول أنه نعم يوجد تناقض بين الديموغرافيا الإسرائيلية وبين الجغرافيا ونحن يجب أن نعزز هذا التناقض حتى تقوم الدولة بالفعل يعني إحنا هون إحنا هون يعني شو يعني أو بالأحرى أو بالأحرى شو الإسقاطات حل الدولتين يعني هناك من يقول وأصحاب حل الدولة بالأساس نقول لك أوكي حلت أنت دولتين ولكن أنت بكيت هون بدولة عنصرية دولة تميز ضدك دولة آآ أنت صراع وجودي حتى معها آآ طب إذن ما حلتش القضية هون صحيح أنا أقول أنه لدي التزام تجاه شعب الفلسطيني أن تقوم دولة فلسطينية وأنا كـ 18% مواطنين لا أريد أن أنكفي ولا أن أعزل نفسي أريد أن أساهم في النضال حتى تقوم الدولة الفلسطينية وبعد ذلك لدي نضال طويل هنا ضد يهودي الدولي ضد الهيمن اليهودية ضد السيطرة ومن أجل سيطرة شعبية للشعبين إلى آخرين من الأمور هذا هو نضال طويل الأمد أيضا بالنسبة لقضية اللاجئين قضية اللاجئين بالضبط هذه قضية أساسية هل هناك برنامج واقع لعودة لاجئين الآن؟ أنا أقول أنه عندما تقوم الدولة الفلسطينية هذه تسوية وليس مصالح نهائية هذه تسوية وليس مصالح نهائية هناك معركة بحكة عن حل نهائي للقضية الفلسطينية الحديث يدور عن حل نهائي هلأ أنت بتقول هاي تسوية يعني بدأت تبكي قضية اللاجئين مش محلولة مش هك؟ طبعا هك رأيك طبعا يعني أنت قابل أنه اللاجئين عندما كهلة منظمة التحرير تقول نريد دولة واحدة كنا نحن نقول أن هذا البرنامج غير واقعي أيضا إذا تخلى أحد من منظمة التحرير نظريا على موضوع اللاجئين نحن وسنقف ضدهم لأن قضية اللاجئين هي قضية حق وهذه معركة طويلة لهذا اسمح لي أن أقود أنهضار بالتكتيك هذا السليم بس دفع مخر خليه أكثر يعني في إطار حل الدولة تبعتك الدولتين بدك تحل قضية اللاجئين هيك بدأت فهم أنا أقول أن المعركة الآن وبدأت أن تكون مستوية رائبة إقامة دولة فلسطينية عصبت القدس وبعد ذلك وبعد ذلك هناك معركة باتجاهين بعد ذلك يعني مشروع الدولتين مشروع الدولتين لا يحمل حد لا يجري للاجئين مشروع الدولتين ولكن مهم مش ولكن حتى أنت في الطرح الدولة الواحدة أنت لم تحل قضية اللاجئين بأي معنى يعني حتى أنت بتقول أن هذا الطرح ممكن يخد وقت كبير قدام وأي معنى نفس الشي بقولك هذا مرحلة نشوف له قدام أنا بدي أفهم بس حابيت أفهم مشان أثبت لكل العالم أنه مشروع حل الدولتين لا يحل قضية اللاجئين هذا اللي بتشدك وفيه الكل قرار 194 وبدأنا نحلوه مش عارشوا كلام فاضي مش رحين يحلوه وصاروا مسلمين جماعة حل الدولتين وأنت تدير البرنامج بهذا الكلام وأكلت بالجهة الفلسطينية أكثر من أيمن صريحة وعملت مسلحة عملت اتفاق جينيف اللي بعمل تسوية لقضية اللاجئين على كل حال لحظة خلينا حق لا ثلاث أسئلة مع بعض أولا فيه دراسة لشاب فلسطيني بعمل دكتوراه عمل دراسة على كل فلسطين مسح 93% من اللاجئين الفلسطينيين يستطيعون العودة إلى كراهم ومدنهم لم تمس وعلى ما يبدو أنه هدول بستنين صحابهم فيه بحدهم كيبوتسات على الأرض نفسها ما فيه اسمع شو بقولك حللي 93% قضية اللاجئين 7% بنسكنهم بعمرات طوابق هاي قضية اللاجئين فيه مكان بعده محامل لهم موجود الآن قضية المعركة تبعتنا أنا بعتقد يعني هيك بتواضع أنه معركة يهودية الدولة مرتبطة بحل الدولتين شو قالت لنا ليفني السياسي مش معابطة يعني أو تمني ليفني قالت فسرت في أنابوليس وفي وزير خارجي قالت لما بنا نكملكم دولي هذا اليمين المعتدل بدنا نكملك دولي بالضف الغربي وقطاع غزة أنتوا عرب إسرائيل بين مزدوجين ستنتكلون إلى الدولة الفلسطينية بالضف الغربي يعني فتحت هم يفتحوا الصيونية فتحت ملف التهجير مرة أخرى والنكبر الثمانة عربية إذن حل الدولتين يحمل مخاطر تهجيرنا ويحمل مخاطر عدم تنفيذ حق العودة حق العودة بيرجعوا له هناك وإنت بتعزل هذا مش رجع برية بيقوله هذا بتقوله وزيرة خارجية إسرائيل وبالمناسبة النظام الأمريكي بوافق على مشروع يهودي الدولة في أنابوليس والآن كل الضغط على أبو مازين إنه بالفعل شوف المخاطر المرتبطة لحد الدولتين الوقت أدركنا فؤال أخير لأيمن بالفعل هو تحدث عن قضية يهودية الدولة إذا في شو الجواب ليس فقط نحن نرفض يهودية الدولة الحق يقال أن أبو مازين أيضا رفض يهودية الدولة بشكل واضح وهدف من يهودية الدولة بالإسرائيل أولا إغلاق ملف اللاجئين ثانيا شرعنت التبادل السكاني بين أهل المثالث وبين الضفة وثالثا الانتقاص من حقوق أهل البلاد الأصليين أي نحن لهذا فبالطبع نحن نرفض يهود الدولة أنا أقول هذا مرتبط بحل الدولتين إمكانية واقعية لإقامة دولة فلسطينية إمكانية نظرية لفرض الدولة الواحدة الآن وهذا نظري بالطبع لهذا يجب أن تنسك الواقع ويجب أن تقوم دولة فلسطينية أعطونا فرصة هذه المعركة الأساسية أعطونا فرصة أنا بس جميل واحدة إحنا مش بالنظري إحنا الآن مزبوط حتى أنا أنتقد نفسي بقول أنه كنت في إطار النظري والسياسي العام إحنا جديين وسوف نسعى إلى التحول لحركة شعبية سيكون هذا البرنامج برنامج شارع إذا ما نجدنا بذلك سوف ترى أن أنا لا أريد أن أتمنى أفشل لأي حل لكن لن يقوم حل دولتين لأنه أولا غير المخاطر اللي بيحملها والحل الوحيد المتبقي هو نفي دولة الأبار تار ودولة ديمقراطية واحدة للعرب واللي هوت في فلسطين رجاء بين الطرحين بالفعل الوقت كفيل ليثبت من هو الأصح أولا يعني وصلنا إلى نهاية البرنامج نشكر حضوركم أيمن عودي سيكورتير عام الجبهة الديمقراطية للسلام والمسواة ورجاء غبري الأمين العام لحركة أبناء البلد عزائي المشاهدين لنا لقاء آخر في نفس الموعد من برنامجكم نظرة من الداخل في الأسبوع القادم مني رمزي حكيم ومن طاكم البرنامج كل التحية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر